في هالجانب ناخد تفاصيل بعيدا عن هالمباراة هل يستطيع هذا المدرب أن يتجاوز عقبات أمام أي مدرب آخر من الممكن أن تكون أعذار مقبولة حينما تذكر أربع مباريات بمعنى أنه لا يوجد تمارين لن تكون إلا حسس استشفاء وتمرين ومن ثم مباراة أو سفر كذلك عدم اكتمال الفريق بشكل كبير ثالثا عدم امتلاك المدرب لتغيير يستطيع من خلاله تغيير مثلا لاعبين أو كذا فهو يعتمد على العناصر الموجودة يعني في المسيرة هذه فيه أشياء سلبية وتحديات كبيرة وفيه أشياء إيجابية الأشياء السلبية طبعا الإصابات غياب كانت مؤثر جدا غياب روما الآن مؤثر جدا روما من اللاعبين لما يغيب فترة فبينه ويرجع أكيد أنه يحتاج إلى وقت رغم أنه صنع الهدف اليوم وصنع الفرصة لكن المدرب الكبير يقبل التحديات يقدر يأخذ أشواط يقدر في خلال فترة قصيرة وهو ذكر هذا الشيء يقدر خلال فترة قصيرة أنه يحاول يسارع خطوات التعديل والتأهيل اللاعبين التدوير صعب جدا في هذه المرحلة أن تنص وقتك في العشر أيام في الطيارات يعني ما بين كمان آسيا والقدوم وداخل جدا وخارج جدا الشيء الإيجابي أنه بدأنا نشوف طبعا مدير التنفيذ يقترب من الفريق ويسافر معاه هذا خطوة إيجابية نسمع عن قدوم مدير فني لكرة القدم وجوده حيكون مساهم ما نقدر نرفل برضو الأجواء الإدارية المشحونة حول الفريق في هذه الأيام بالتصريحات والخروج على المألوف هذا يخرجك برا الملعب مهمة المدرب كبيرة في جهد كبير شايفون مع المدرب بقيمته الكبيرة مش فنيا كمان محاولة التواصل مع اللاعبين بشكل جدا قريب محاولة نشر الجو الصحي داخل غرفة الملابس صرح تصريح جدا جميل تصريحاته مميزة مدرب لمن يقول لك أنا مطلع على سلوكيات ومستويات اللاعبين لكن أنا من الآن التحدي في الأمام ما حاول أنظر للخلف تتفائل رغم كذا طبعا الاتحاد له تحديات قائمة وحنننتظروا الاتفاق بالمقابل طبعا أخويا أقرب وأعرف بنادي الاتفاق لكن الفريقين مروا في الفترة الماضية بهبوط في المستوى اليوم كان تحدي كبير للفريقين مباراة كانت جدا كبيرة الاتفاق يسعى للعودة إلى مكانته بدايات وانطلاقة والاتحاد يسعى لمكانته المعهودة